السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بكم متابعينا الكرام. ان شاء الله الفيديو ده فيديو بسيط كده هنحاول فيه ننوها على حاجة. معانا الشاشة دي متغرض لها للدات. يعني مكملتش خمس ست شهور. ودبالي العميل او الزبون جالي الشاشة فصلت. اما فحصت الشاشة لجيت ان اللدات فصلة مش شغالة معايا. فاتريت افك الشاشة بالوضع ده كده. نشوف مع حضراتكم دلوقتي. عبدالي ارفع. طب هو ده الله بيعده كده. زي ما واضح امام حضرتك كده. يعني المفروض دي اللدات دي من الواضح انها هي جديدة. اهي. يعني مش هنجوز اصطناية ملكة باللدات جديمة. لا هو ملكة باللدات جديدة. نواضح عليها. لكن للاسف هو كلف نفسه واشترا لدات وركبها للعميل والزبون وكلف الزبون مبلغ. واللدات اتحرجت. طب اتحرجت لللدات على عشان واجهة التركيب اللي انتم شايفين حبروكم دي. انا هنا الشركة او المصنع بيركب اللد خلف الباق لايت اللي عندي ده. تمام? انا بيركبوش فوج لو هو هيركبو فوج ما كانش عامل فتحات اللي هي اسفل لد دي. تمام? وكان ثبت فوج على طول مباشرة وخلاص لو ما لهمش لا لهاش فايدة تثبيت بالاسفل. لكن التثبيت في الاعلى كده ده مشكلة كبيرة. والشاشة دي اتحرجت اللي ادات فيها السبابين. اول سبب طريق تثبيت المساطر بالشكل انتم شايفينه ده كده. فوج ورج الباق لايت او الخلفية. المفروض اللي ادات عندي دي بتثبت معي على الحوض هنا. وبيركب لها دابل فيس. زي الدابل فيس اللي معايا ده كده. اسفل هنا. وبديتم تثبيتها في الحوض. او لسكها في الحوض. وتتأكد كمان بعد ما بتركب دابل فيس. وتثبت المسطرة في الحوض بتضغط عليها كزا مرة تنأكد ان المسطرة سيبت في مكانها كويس. ولو عندك برغة او مصامير بنبتدر ربطها برضو تأكيدا. علشان المساطر دي تلتصق بالحوض التصاق كامل علشان ما تتحركش. فالسبب الاساسي لتلف اللي ادات دي هو تركيب اللي ادات بالشكل ده كده. فانت لو فني او مبتدأ. لو فني بتركب بالطريقة دي. الطريقة دي خطأ جدا. وهتضيع سمعتك يعني. الزبون جبالي بعد خمس سهور. علشان نركيب له تاجمل لدات. مش هيرجع للركيب له تاجمل لدات ده تاني. ولا هروح وغير عنده مصاطر تاني. طالما المشكلة دي حصلت. والشاشة فصلت بعد مد دكسرارة كده. الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليه هو لو ثبت المصاطر دي تثبيت كويس. زي اللي معانا ده. وربط مصاميره. وخفت اللدات. اللدات دي انا اواصق انك هتجعد معاه فترة كويسة. واللدات اليمونيا والتابيضة اليمونيا ومصطر دي اجريبا شكلها كويس. فاخطاء التثبيت بتعمل معاك مشاكل كتيرة جدا. وممكن تضيع منك العميل او الزبون اللي انت بتشغل معاه دي تأديه حاجة. تاني حاجة لازم نبقى عندك ضمير. لو ما عندكش فكرة المصاطر دي تركيبه كده خطأ. المفروض انت اساسا تركب زي المصنع ما بيركب لو انت بتغير ورا المصنع معانا كده انك انت شغلك بجأ في خطأ. ممكن اغير ورا المصنع او الشركة المصنعة. في التصحيح لو انا بعدل حاجة كويسة زي مسلا تعديل فولت اللي هو بيغزي معايا المصاطر دي. لو الفولت زيت بحاولي اخفضه شوية اه انا كده بعدل على الشركة او على المصنع لكن اللي صالح القطع اللي معايا او اللي صالح الليد. تمام? فبالتالي التعديل ده تعديل خاطئ جدا. مع ان المصاطر ذاك باو الموضوع كان سهلي. يعني تثبيت المصاطر دي ما كانش ياخد معا وش ياريت دابل فيس والموضوع كان بسيط جدا. وده ياريت يعني لو انت فني او مبتدأ بتشتغل بالطريجة دي ما تشتغلش بها. وخليك واسق وتأكد من كلامي. لان عن تجربة المصاطر دي دايما بتتحرج. بالطريجة دي لازم تتحرج معاك. لان ما فيش هنا الحوض هو اللي بشتت ويبرد معايا. فانت لازجة على ورج الخلفية ده وورج الخلفية ده عامل عازل بينه بينه بنه الحوض مش هيبرد معاك. في ياريت تهتموا بالنقطة دي وياريت ما تكرروش الشكل اللي قدامي امام حضراتكم ده كده. علشان ما تطيحش عميلك او زبونك. وتاني حاجة علشان برضو يعني المصنعية اللي انت يتاخدها على تركيب اللدات دي تبقى مصنعية ربنا يبارك لك. الشاشة تروح عند زبون سبعين تلاتة شعر شعر شعرين خمس شرور وتفصل. تمام? والحاجة التالتة دي لسمعتك انت العميل لما يروح لك كده ويغير للدات زي كده مش هروح عندك تاني. ولو جاء الفن وايه اللي حصل وكده والفن هيجوله مركب بالشكل ده ممكن نروح من الماكمل مشكلة. طبعا انا ما باش هتكلم مع العميل ولا هجوله الفن مركب بالشكل ده ولا مش بالشكل ده عشان ما عملش معا مشكلة. انا اشخاص طوله وعطوا طول مساطر عندك محترجة. ومحتاجها تبديل. تمام? والقجر على الله. والكده ان شاء الله حبنا ننوع النقطة البسيطة دي. ونستدعكم الله انتظرنا في فيديو قادم. وما تنسوناش بالدعاء لنا والاخواتنا في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.